هل تؤمنوا بالله؟ دائماً أتعرضي لهذا السؤال من قبل كثيرين خاصة من الأصدقاء هنا على هذه القناة وفضلاً عن الأماكن العامة وحتى هنا في أوروبا أيضاً هذا السؤال الشبه طبيعي وغالباً يحدث عندما يكون هناك نوع من الألفة والصداقة يعني ليس العميقة ممكن يطرح سؤال من هذا النوع أو يطرح من باب الفضول وليس من باب الذي يطرحه المتدين العربي أو الشرقي عموماً هنا الموضوع يختلف تماماً أما عندما يطرح من قبل شخص متدين في العالم الشرقي أو غير غير بأخصيد من قبل العرب أو المسلمين عموماً أو الدول العربية فالسؤال يحمل عند ذاك خطر كبير جداً لماذا هذا الخطر؟ ولماذا نعتبر أن السؤال من هذا النوع هو فيه نواية غير حسنة من قبل صاحب هذا السؤال مثلاً عندما يسألك هذا الشخص نفترض هو مسلم حتى لو كان مسلم عادي غير متدين أو غير ملتزم تماماً فعندما يعرف أنك لست متديناً أو لا تؤمن بالله مثلاً على افتراض فعند ذاك يحدد موقفهم منك بطرق مختلفة هذا يشي بمعنى هذا السؤال وقيمته وأيضاً يؤطي صورة عن ما هي هذا الإله وما هي الإيمان هذا كل أمر مهم جداً علينا أن نفكر به عميقاً ونعرف أن مسألة الإيمان بالإله هي مسألة لها علاقة بالجماعة والمجتمع وإلا مثلاً أنت مع نفسك ممكن أن تسأل نفسك هل أنا أمون بالله أو لا أمون هذا مسألة حتى إذا أجبت أو لم تجب لا أحد سيسمعك ولا أحد يهتم ولا يتعلق الموضوع أصلاً بأنك مؤمن أو غير مؤمن الإيمان له علاقة أو الإيمان بالدين أو الإيمان بالإله هذه مسألة لها علاقة بالجماعة وهذا يحيلي إلى مسألة دائماً أقولها بأن الله هو رمز القطيع أو رمز الجماعة الدينية أو اللوغو الخاص بأي جماعة فعندما نقول أنت هل تؤمن بالله فتقول له أنا أمون بالله هذا معنى شنو في النتيجة؟ معنى أن أنت ضمن الجماعة وأنت لست شخصاً غريباً على هذه الجماعة وهذا بالتالي تتوقف عليه كثير من التفاصيل والقضايا والمواقف هذا يختلف طريقة التعامل معك حتى لو كان هو مسالم معك الشخص الآخر طريقة التعامل معك اقتصادياً تبادل الأشياء بينه وبينك أيضاً حتى الألاقات العاطفية الألاقات الاقتصادية الألاقات الاجتماعية، ألاقة العمل، ألاقة الدمات تروح الأولاد للمدارس فهذه كلها مرتبطة بهذه الكلمة فبالتالي مسألة أن تكون مؤمنة أو غير مؤمنة لها ألاقة بالجماعة وبالنظام الفضاء الذي يعيش فيه هذا الشخص الذي يطرح عليك هذا السؤال إذا كان هذا الشخص يعيش في دولة عربية فهو يعرف ضمناً بأن هذا الإله هو اللوغو أو الشفرة السرية أو الكلمة التي يتبادلها الجميع فيما بينهم والتي تدل على أنهم منضوؤون داخل هذا الفضاء الديني ومنسجبون معه وإلا مثلاً في الهند لا أحد يسألك هل تؤمن بالله يسألك هل تؤمن مثلاً بشيفا مثلاً أو تؤمن ببرهمن هل تؤمن بالهندوسية ما أهب البوذية ببوذة فعندما تؤمن ببوذة مثلاً تجيبه أنت مؤمن ببوذة معنات أنت انتميت إلى فئة من الناس تنتمي إلى بوذة أو تؤمن بالبوذة وما يترتب على ذلك من تفاصيل فبالتالي هذا السؤال هو سؤال يبدو بسيط لكنه يحمل دلالات كبيرة جداً إلها علاقة بالاقتصاد إلها علاقة بالسياسة إلها علاقة بالاجتماع إلها علاقة بكل ما يخص أي إنسان أنا بالنسبة لياني الشخص يعني منعزل ليست لدي علاقات اجتماعية وحتى إذا كانت موجودة فسطحية جداً لكن بالتالي عندما يسألني واحد هذا السؤال قال لي أنا ما أعرف شي جاوبه لأنه مسألة إلها علاقة بالجماعة هو هو يأتقد بأنه هو بأن معرفة هذا الشخص وفي ناس يعني يلحون بشكل عجيب على هذه المسألة لأنه لأنه يشعر بالضياع لابد أن يعرف لابد أن يصنفك يضعك ضمن الطار محدد حتى يرفي الصرف بدون وجود هذا الشيء لا يستطيع أن يتصرف فهو عندما البعض يقول لك أنت ملحد عندما لا تتجيب يقول لك لا هذا ملحد فهو القضية ليست أن يتهمك بالإلحاد فقط لا هو القضية بالنسبة لأنه هناك نظام للتصنيفات يعني هذا يسوي التصنيفات هذه حتى يرتاح لأنه هو ضمن مناخ معين مناخ ديني معين قل بودي أو مسلم أو مسيحي أو يهود أو أي شيء المهم هو متقالب ضمن نظام معين نظام X مثلا نقول عليه دين X أو Y فهذا الدين هو بالنسبة له هكذا فعملية الدين ماذا يفعل له الدين الذي هو اعتنقه أو ولد ونشأ فيه هذا الدين يقيم له نظام من التصنيفات فالدين أهمية تكمل في هذه المسألة أهمية أنه يحدد مواصفات الأشخاص علاقاتهم مدى قربك أو اختلافك معهم هل هذا معي أو ضدي هل هذا يعمل للصالحي أو لا يعمل للصالح فنظام المجموعات والتقسيمات الاجتماعية البشرية بشكل عام تقوم على هذا الأساس أنا أعرف الجماعة التي أنتمي إليها بالتالي هؤلاء ممكن أن يكونوا حلفاء لي ممكن أن يعينوني على الآخرين هؤلاء ممكن أن أحتاجهم في أي لحظة في أي قضية ضرورية هذا مهم جدا بالنسبة لأي إنسان بالمناسبة الإنسان الوحدة لا يستطيع أن يعيش لابد أن ينضوي أو يتحالف مع الآخرين الدين يوفر له هذه الحاجة الدولة أيضا بالمفهوم الحديث الدولة حتى بالمفهوم القديم تقف معك لكنه نظام الدول القديمة تقف بطريقة مختلفة عن ما تقوم به حاليا الدولة الآن تقوم بكل شيء تكون مسؤولة عنك وعن تربيتك وتعليمك وحتى حمايتك وحتى توفير السكن لك وكل ما يطلبه الإنسان من حاجات أساسية طبعا بالدول المتقدمة بالدول العربية موجودة هالأشياء لكن بالشعارات ولم تنفذ بعد والسبب هو هذا أنه لم يفصل الإنسان العربي الشرقي بين انتماءة الإلهي الديني وانتماءة للقاطية أو لجماعة محددة وانتماءة إلى دولة لأنه لا يستطيع الانتقال من مرحلة الدين إلى مرحلة الدولة الحديثة وهنا المشكلة كبيرة المشكلة الآن مو فصل الدين عن الدولة المشكلة الآن ارتقاء بالدين إلى مرحلة الدولة هي هاي القضية الأساسية وأصلا هو مواصل لمرحلة الدولة مشكلتها تختلف عن مشكلة الغرب الغرب كانت مشكلة الدين كان هو الدين ودولة ومتحالفين مع بعضهم ويقودون الناس بشكل عام في أوروبا والعالم المسيحي بأكمله أهلا بالنسبة أنه لا أهلا بالنسبة أنه هو الدين بأكمله عبارة عن الدولة نفسها لكن هذا الدين ما زال وصل إلى أقصى حد في القرن السادس الهجري أو القرن الثلاثة أو الأربعة عشر الهجري وانتهى بعد ما عنده اقفل اقفل يعني حتى باب الاجتهاد اقفل لم يعد هناك شيء يقدمه الفقهاء وعلماء الدين ورجال الدين ورجال الله في شكل عام المسلمين خاصة وحتى المسيحيين لماذا الدين المسيحي هزمه ليس لأنه فصل عن الدولة لأن المجتمعات تطورت الغربية والدين بقي متخلفا ومتمسكا بما على ديه يطلع غالير لو يقول الأرض تدور حول الشمس الدين لا يستطيع أن يتوافق معه فالمسألة هي ليست هناك لم يعدث الفصل بين الدين والدولة هناك إلا بفعل تطور المجتمع أسرع من تطور الدين الدين يقول لك البعض يقول لك الدين ممكن أن يتطور لكن هذا كلام غير صحيح وحتى لا تتطور فتتطور ليس بالأسس أو الأركان الدين أو أصول الدين أو أصول العقيدة بشكل عام إلا ما بالفروع والهوامش والأشياء يعني الصب مولة يعني الفروع الجانبية فهذا العجز الكبير الهائل لا يستطيع أن يتقلم معه الدين الدين بمعنى المعاني المسيح عندما أغلق على نفس الأباب والمشكلة الدينية هنا أيضا أنه لا يستطيع أن يتطور لأنه هو طبيعة هكذا هو لابد أن يثبت شيء في ذهن المؤمن أو جماعة المصلين أو جماعة المؤمن لابد أن يثبت قناعة وإيمان محدد بالإله وهذا الإله هذه مواصفاته وهذا الإله هو الذي يعبر عنه جميعا وعلينا أن نتبادل الإشارات حتى الإشارات البيولوجية يعني يعني حتى الحيوانات يعني بيناتها نظام الإشارات والرموز وإحنا نستخدم اللغة بعدما نستخدم اللغة نستخدم اسم إله إله مثلا أو نستخدم مثلا اسم الآشور مثلا الديانة الآشورية الآشور بالنسبة لهم هو وسيلة الربط فيما بينهم وهذه الربط أيضا هي علاقة بكلمة ريليجي يعني اللاتينية ريليخيو هذه الريليخيو هي اللي لها علاقة معناها الربط فالدين يوفر أو الإله يوفر الغراء الذي يربط أركان أو أجزاء أو أفراد قطيع الديني هذا الدماني يسألني بالتالي هذا الشخص يقول لي أنت هل تتؤمن بالله هو لا يسألني يقول لي هل تؤمن فقط ويسمت لا يقول هل تؤمن بالله تحديدا هناك شيء محدد هذا الشيء المحدد هو الذي يجب أن ننتبه له ويجب أن نفهمه ويجب أن نتعمق به أكثر المشكلة هنا بالنسبة أن لا نتعمق بهذه القضايا لا نناقشها لماذا وهنا أيضا هذا السؤال الخطير لا أحد يناقش هذه القضايا الكل يتجنب النقاش فيها والكل يتحدث من داخل الفضاء الديني من داخل فضاء الإيمان فضاء المؤمنين بالله أو فضاء المؤمنين بالمسيح أو فضاء المؤمنين بالبودة لا يخرج خارج القطيع ويرى من الخارج ما يجري أنا بالنسبة لي أنا أخرج إلى الخارج وأرى ما يجري فيأتيني شخص من داخل هذا الفضاء ويسألني هل تؤمن بالله هو لا يستطيع لا يدرك بأن المسألة مختلفة بالنسبة لي لأنه هو متلبس ومنغمس في بحر الدين الذي ولد ونشأ عليه فلا يستطيع أن يتصور أي شيء أنا أنا لا يسميها الختان الديني ظاهرة الختان الديني أو مفهوم الختان الديني وندعو لهذا أن يكون هناك علم خاص اسمه علم الختان الديني طبعا أنا أقصد بالدين هنا أي منظومة أي عقيدة تجمل أو منظومة تقاليد وعلاقة وأعراف وطقوس ينضوي تحتها مجموعة من الناس الدين هذا أسميه دين يعني أنا ما لا علاقة ربما أحيانا التنظيم الشيوعي أسميه دين التنظيم رياضي مثلا أسميه دين مجموعة أنتم نظام من علاقات خاص بهم فالشخص من هذا النوع عندما يسألك هو يريد يعرف هل أنت ضمن الفضاء أم خارج الفضاء هل أنت محسوب عليه وطبعا هذا عندما تتحدد المسألة سيعرف كيف يتصرف هذا الطرف الآخر فرأسا تلاحظ عادة عندما يجد بأنه ليس أنك لست من الجماعة التي هو منها ويتوقف عن سماعك على الإطلاق لا يفهم ما تقول لا يهمه ما تقول لا يهمه أي موضوع فكري أي موضوع علمي أي معلومة تعطيه إياها سيتم غلق الأبواب أمامها تماما لهذا السبب أن كثير من هؤلاء يعني يتصفون بالأدوانية ودائما أعاني من هذه المشكلة كثير من الناس لا يفهمون هذه الحقيقة وتقوم على أساس كثير من سؤال فهم أن هذا الشخص لا علاقة له بما تقول لا علاقة له بالمنطق لا علاقة له بالمناهج لا علاقة بالحقائق الحقائق ما لا علاقة بها المسائل كلها فأنت عندما تحق البعض يقتل نفسه يعني قهرا ويحاول عشرات المرات أنه يفهم الآخر أن هاي مسألة منطقية وهي حقيقة دامغة لا تحتاج النقاش هو لا يسمعك لا علاقة له بك هو له علاقة بمسألة أساسية بعد ذلك يتم كل حديث ويستمع إليك تماما هو هل أنت معي أم ضدي مو معنى ضدي يعني الحربي أو الفقط لأنه هل أنت ضمن الأكسجين الديني الذي أنا أعيش عليه هل أنت ضمن المختونين دينيا الذين تعرضوا إلى الختان الديني حتى بالختان الجنسي أنه المسلم مثلا أو اليهودي لا يجوز أن يتزوج من شخص غير مختون أو أمرأة مثلا أو الرجل المختون لا يجوز أن يتزوج من أمرأة غير مختونة أو غير يعني منحدرة من نسل شخص مختون فهذا المسألة الأساسية بالنسبة لهم فالختان الديني مفهومة يصير أوسعة من مفهوم الختان الجنسي الختان الجنسي موجود هو لأجل وجود شيء اسم الختان الديني الديني هو اللي يحدد هويتك وهاي التحديد الهوية يعني ليس مع التحديد اللي أنا أسميه مو الهوية الهوية غلط التحديد النحنوي النحنوية نحن نحن الهوية عندما تقول هو هناك آخر يحدد هويتك لكن القضية التي نحتاجها دائما أن نحدد من النحنوية الخاصة بنا وهي الدين الذي نحن عليه فأين النحنوية نحن توفقنا أو توصلنا إليها هذا هو السؤال المهم بعد الفاصل راح أتحدث عن ما أسميه علم الختان الديني وأيضا أضرب مثال لشخص اتهمني بأنني كذا وكذا ولكن لا شيء مما قالوه له علاقة بما ذكرته في هذا الفيديو القصير فكونوا معي في البداية فلنستمع على الفيديو وهو ليس أكثر من دقيقة واحدة أحب النصار لماذا؟ يجب أن نسأل أنفسنا أنا مو أنتقدهم يأتي الملحد مثلا وينتقد الناس لأنهم يؤمنون بهذا الصحابي تقول لها الصحابي قتل وسلب يعني الرسول الكريم مثلا في الطريق سلبة صفية وأبوها وقتل أبوها وعمها وخالها وأهلها وعشرتها ونام معها في الطريق وتزوجها فتقول لهذا لا ينتبه لك المؤمن لأنه بالعكس هو يتمني يسوي هذا الشيء يعني أنت لا بد أن نكون واقعين ونفهم الأمور مو بطريقة آيديولوجية مأيارية على أن نفهم أن هذا إنسان إنسان لديه رغباته ولديه قموحاته ولديه أشياء ولديه مشاكله لكنه بالنسبة له هذا هو الدين هو الدين هو الدين ليش موجود حتى يوفر له هذه المتعة تشوفهم مثلا يحتجون على الدواعش لماذا لا يكفرون الدواعش؟ كما رأيتم الموضوع واضح وموضوع هو الناس لماذا تتقرب إلى الدين وتؤمن بالدين ولديها رغبة دائما بأن يكون إنسان متدين وملتزم بدينه الموضوع واضح وأنا قدمي التفسير لأن الناس أدهم رغبات والدين يوفرهم هذه الرغبات يوفرهم الإحساس بالإتماء يوفرهم الإحساس بأنهم متعاونون مع بعضهم أيضا يوفرهم الإحساس بأنهم يستطيعون ممارسة حاجاتهم الأساسية مثلا الغزو والأدوان على الآخرين هي غريزة موجودة عند كل إنسان الدين يجي يهذبها بطريقة الخاصة وعملية التهذيب هذه فيها أشياء تتوجه ضد الآخرين بأتبار الآخر دائما هو يعني يحمل خطر داهم إن لم تبادئه فسيبادئك هكذا كانت الحياة وهذه مسألة منطقية يعني ليست فيها ليست مسألة أنت ضد الدين لأنه قام بفعل اعتداء على الآخرين أو لم يقم هي المسألة المبادئ الأخلاقية الموجودة هذه الشعارات ممكن نتحدث ونتلاسن بها وندعي أنها قيم خالدة وعظيمة وإنسانية ومتسامحة لكن على أرض الواقع الدي أديان هي أديان تنطوي على العنف والإسم الآخر للعنف وهي نتيجة للعنف هي مؤسسات تم ابتكارها لكي تدير وتمأسس إرادة العنف الموجودة بشكل طبيعي داخل كل إنسان والسيطرة عليها بحيث لا تذهب بطرق غير محسوبة ودقيقة الدين الناجح الذي ينجح أكثر من غيره في عملية مأسسة واستغلال هذا العنف والتحويل إلى إنتاج حقيقي مثل ما فعل المسلمين مثلا وسيطروا على بلدان من الصين لإسبانيا عن طريق مأسسة هذا العنف تحويل إلى دين وسلطة وفقهاء ونظام ديني وأصول دين وعقائد هذه كلها العملية بأكملها هدفها ماذا؟ هدفها السيطرة على العنف وتقسيم الأدوار بين المجاهدين الميامين الغيارة وهذا اللي حدث فعدما يجي شخص يسمع هذا الشيء من ضمن القطئ الديني القطئ الديني الإسلامي أو غير الإسلامي بعض الآخرين ماذا قالوا؟ حتى نكون على دقة تبين عندنا المسألة واحد منهم مثلا اسمه علي خضر السيد علي خضر يقول خضر خضار معرف يقول لماذا تتكلم عن اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس لماذا المسلمين تحديدا يعني؟ يقول تكلم على المجتمع الحيواني وتأمل على علاقته البيولوجية المهم هو الرجل يقول أنت رأسا أزل الموضوع كما قلت بالقسم الأول هو فورا شعر بأن هناك كلام خارج الفضاء الديني فورا شعر يعني هذا إحساس فورا يعني يتربى الإنسان المتدين أو أي شخص داخل جماعة محددة رأسا يقرف أنه هذه اللغة وهذه النغمة وهذا اليقاع مختلف يعني مو فقط الأديان أي شخص من دولة أخرى من لهجة أخرى من لغة أخرى من منطق آخر رأسا تشعر بينه مختلف ذاك يتحدد تصرفك إزائه وهذه مسألة طبيعية جدا موجودة في كل الكائنات لكن عند الإنسان تأخذ مدى واسع ومعقد ومركب جدا بسبب تطور دماغة وتطور يعني التعقيد الشديد الذي عليه الدماغ البشري بحيث يعني المعطيات والمدخلات والمخرجات تكون في أعلى درجات التعقيد والتداخل فرأسا يشعر بينه تفورا معلومة الأساسية يعني بأي شيء آخر تقول ما يهمني فرأسا ماذا يفعل يدافع عن العرين الذي هو عليه ما هو العرين هذا عليه قل لك أنا مسلم مثلا فقل لك ابتل ماذا لا تتكلم على الآخرين هو الطريق الوحيد هو رأسا يشعر نفسه في حالة اتهام ويشعر بأنه هو في حالة تهديد وهناك شخص آخر يحاول أن يتحدث عنه وليس المهم ماذا هل أنا مثلا صحي يقول له هذا الطريق خطر مثلا هو يعرف هذا الطريق مقدس أنا يقول له ليش أخلا خطر لا تبشي به فرأسا يشعر بأنه هذا الشخص غير طبيعي فهو لا يهم الخطر يهمه فقط الشيء الأساسي أن هذا الشخص غريب هذا الغريب أنا يجب أن تنتبه من عنده بغض النظر عن ما يقول لن أستقبل منه أي شيء فهي بضبط أنه شخص تعرف هذا اللص مثلا أو ما دام هو لص أو كافر أو ملحد أو أي شيء مهم هذا شخص مختلف هذا المختلف يجب أن لا أسمع منه أي شيء ولا أخذ منه ولا أعطي أي شيء المهم فول عندما يتهمني بالشيء أتعامل ويا بنيديه فلا تتحدث ضدني لماذا لا تتحدث عن ضد الآخرين هذه النمط الديني يجب أن نفهمه وهذا المسألة يجب أن نعالشه لأن هذه المسألة لماذا هي خطرة جدا لأننا دمرنا علاقاتنا بالآخرين لم نستطع حتى الآن نبني خطوط اتصال مع الآخرين هذا النمط كان ناجح قديما وأدى غرضه الآن في هذا العصر العصر الحداثة والاتصالات والانفتاح بين الآخرين والتبادل المنافع والتبادل الصبرات والتبادل الحاجات أيضا فأصبح الأمر غير مقبول وغير ممكن هذا هو السبب الرئيسي لتخلفنا لماذا نحن في ركب الأمم الآخر يقول لك أنا ما أدي مشكلة تعتبرني كافر تعتبرني ملعب تعتبرني أي شيء أنا ما محتاجك أنت مشكلتك هاي أنا مش مشكلتي روح حتى روح أنت تبقى محافظة على الشرنقة الدينية التي أنت فيها وتخشى الاتصال وتأخذ من عندي فقط الأشياء التي تحتاجها أهلا ونسهلا ما عندي مشكلة معاك مهم تطيني فلوس تطيني فلوس أطيك الحاجات التي تحتاجها من عندي ورغما عنك ستأخذها من عندي لأن لن تجدها في أي مكان آخر ولا تستطيع صناعتها مثلي فتفضل فأنت تأخذها وتذهب وبعد ذلك تتحدث هؤلاء كفرة تتحدث عنهم لأنه أنت تحتاج الشامل عنده لكنه وتتقول هلا كفرة ملحدين شوف العبارة الثانية لشخص الآخر نفس السيستم نفس الموديل فشي يقول هو يسمي نفسه مدرس يعني هذا المفروض هو مدرس ومتعلم على كل حالة هذا أدى أكثر من التعليق جدا يأجبني مؤجب بي جدا بشكل مش يعني أنا أعتبره نموذج ممتاز يعني كل نظرياتي أجدها موجودة عند هذا المدرس وأيضا أكوى أشخاص آخرين بعضهم بطلوا لأن شعروا أنه هم نماذج بعضهم انسحبوا لأنه قال لك هذا يعني هذا نحن نتعامل مع شخص مختلف يعني ننتظر منه أن يرد علينا الأدوان بأدوان نحن نتوقع أنه ندئنا أو شخص عدو أو شخص غريب ويجب أن نتقل معه في حالة صراع أنا بالنسبة لي أنا متفرج لا يدرك هذه المسألة لماذا؟ لأنه تعرض لعملية ختان ديني يعني هو ختان ديني الختان شيء محدد داخل إمكاناته الموجودة داخل دماغه يولد كما قلت أو لم أقول دماغ يولد بعدد هائل من الإمكانات والقابليات هو ماذا يفعل أي وسط تولد به يحدد يعني يطمر بعض الطرق يعني أمامك مثلا ألف طريق فممكن تدخل به لكن ما ممكن أمر غير لا توجد قدرة لأي مجتمع أن يدخل كل الطرق أو كل الإمكانات المتاحة له فلابد أن يختار عندما يختار لابد أن يقضي على الطرق الأخرى عندما يختار أيضا يدخل بالطريق الجديد وهكذا تشكل الثقافات والتقاليد والأديان واللغات أيضا وكل شيء فأنت لا تستطيع التراجع بعد ذلك فهذا الرجل لا يستطيع يعني الختان الديني أمر مفروض وليس أمر خياري يعني ليس الدين يقوم بهذا الأمر لأنه هو قرر هذا الشيء هو صحيح يقرر هذا الشيء لكن يجب أن يقرر يعني ليس لأنه يريد أن يحدد أشياء لا والنظام الديني أو الناس الذين يقومون على أمر الدين هم رغم أن يفهم لابد أن يقررون لابد أن يجرون عملية ختان لديني لأفراد القطيع الذي يأتمروا بأمرهم فعندما يأتي شخص مثل هذا المدرس هذا الشخص يقول أنه أنتم الآن تعيشون في الغرب في بلاد الغرب لا أعرف كيف المهم هو أدى فالشيء براسه لا أعرف شو المهم اخترع فالشيء قال له هذا الشخص في البلاد الغرب وينتقد في الدول الإسلامية فيقول فلنبدأ ببلاد الغرب وتحدث عن البهيمية ومسيرة الفخر التي تبدأ في شهر جوان حيث يمارسون الأوروبيون يعني يجب أن يقول يمارس ليبدو اللغتها مش كويسة اللواط بكل حيوانية في قارعة الطريق يعني عندناس الدول الأوروبية الآن الناس تمارس اللواط على قارعة الطريق اللواط يعني ليس الجنس العادي لا اللواط يعني المثلية ويقملون ويمارسون من الدفر إذا كان هذا التطور فأنا أدعو الله أن تبقى بلادي الجزائر متخلفة جداً مثل القرن الأول ولا أريد تطور القروض طبعاً هو مبالغ الجزائر بلد عظيم وعقول جبارة خرجت الجزائر لكن هو يتحدث بطرق يعني رغبة يعني واحد من 30-40 مليون نسمة مش مشكلة يعني لا يحسب على الجزائر إن كان هناك من يتضايق أو يعتبر هذا الشيء بالعكس أنا أحب بلدان المغرب من تونس والجزائر والمغرب يعني عشق الكبير لهذه البلدان ولشعوبها أيضاً لكن ما يتحدث بهذه الطريقة يقول إنه أنت هالاء مارسونه لماذا؟ لأنه يحتاج إلى شيء يحتاج أن يهاجمك يحتاج أن يطعن فيك لأنه يعتبر أنه أنت هاجمته هو لا يفكر وليس في معرض التفكير ماتي لأنه تعرض لعملة الختان هذه الإمكانية غير موجودة عندما الشخص يفقد الختان الطبيعي يفقد جزء من جسمه يعني فلا يمكن أن يستعاد على الإطلاق فهو نفس الحالة بالنسبة لا يمكن أن يستوعب وجود شخص مختلف شخص لديه فكرة أخرى موجودة لكن لا أستطيع أن يتقبلها على إطلاق لأنه تعرض لعملة الختان فإمكانية استقبال آخر أصبحت معدومة وهذا اللي يسبب وجود سبب صعوبة استعادة الإنسان الذي يتعرض إلى الإخصاء الديني أو الإخصاء العقائدي بشكل عام يعني ليس الإخصاء الديني فقط أي إخصاء عقائدي الدول أحيانا تقوم عامية إخصاء عقائدي الآن دول العربية ماذا تفعل؟ تتعرض مع رجال الدين لإخصاء المجتمع لأنه إذا أبقيت العقل سليما في هذه الشعوب والآراء ممكن للناس جميع أن يتبادلون الآراء ويتصرفون كما يشاءون ويقولون ويفعلون ما يشاءون بطريقة قانونية سليمة والآراء مفتوحة وديمقراطية وإنسانية وحق المواطنة والمساواة وغير العقوق الأساسية موجودة لا لن يكون هناك أي مستقبل للرجال السياسي لا رجال الدين تحديدا لا مستقبل والرجال السلطة يعني الرجال الذين يتحكمون بمقادير الأمور لا يمكن أن يتستمر أمور بهذه الطريقة لأنه انتهى لماذا؟ لأنه الإنسان أصبح أحرار أصبح أحرار وبدأوا يتخذون قرارتهم بينفسهم ولم يعودوا بحاجة لهذه السلطات الشكلية المزيفة التي تم تسيطر على الجميع يعني ليش تنشر الجهر الدين وتمارس عملية الخصائل والختان الديني بشكل خاصة الثلاثين سنة الأخيرة لماذا تمارس بهذه القوة؟ لأنهم فاشلون لا يستطيعون معالجة الأمور أنا ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن ألحق بالغرب لا أستطيع أن أنهض ببلدي بلدي يحتاج لمئات المليارات فمن أين أتي بهذه المئات المليارات؟ وحتى إذا أتيت بها ليست لديها الإمكانات ولا بد أن أكون يعني عتلة من ضمن عتلات الجهاز الغربي الكبير ومسألة مؤقتة جداً وغير مضمونة وقد أخسر منصبه وأخسر كل ما لديه فبالتأكيد القوة المهيمة على مجتمعاتنا قوة ليس في صالحة أن تتحضر هذه الشعوب فالحل السهل هو أن تقرّوا وتشرّع مبدأ الخطان الديني الذي يسمونه إيمان، يسمونه نشر الوعي الديني، التوجيه الديني أي تسمية كانت هي في الحقيقة عملية خطان وترويض وتدجين للناس وعموماً هذه الحلقة، هذا الجزء مقطع ومن حلقة أنا أدعو السماحة الأولى وهي شوية طويلة بهذه النوع من التعقيد حلقة كتبت أنوانها الدين بأيون من وجهة نظر سيغمون فرويد والجزء الثاني من أجهة علاقة الدين بالحضارة وعلقت كثيراً على آراء فرويد واعترضت على كثير من أجهة وقدمت آراء الخاصة فأنا أدعو لإستماع هذه الحلقة بشكل ممتاز لأن فيها كم ممتاز من الأفكار الجديدة غير المطروقة كما أعتقد وتحتاج إلى مراجعة وتدخيق وأن أسمع آراءكم بها لأن ليست كلها صحيحة فيها بعض الشطط أحياناً أنا بأفكار أروح بعيد زايد فأحتاج من يضبطني ويقول لي تعال أنت ذهبت بعيداً تعال التراجع تعال نتفاهم شكراً جزيلاً للأخوة كما قلت أتمنى أسمع آراءكم وأيضاً مشاركة الفيديو يعني أنا ما أقولها أول مرة أطلبها يبدو أن الفيديو لا يمكن أن يصل إلى المشتركين في القناة على الأقل إلا بعد أن الحصول على لايك وأيضاً مشاركة الفيديو وأنا ما أطلب أكثر أنه المشاركة واللايك لكي تصل إلى المشتركين في القناة نفسها وهذا يعني البعض يقل لي ما توصل للفيديوهات التي تنشرها بشكل ممتاز فوضع اللايك هو الذي يساعد على إيصالها لهم فأتمنى أن تتقمون بهذا العمل مع مشكورين مقدماً اشتركوا في القناة